مستمعنا اليوم في دوازاتي غادي اقترح لكم كيك مالح في المول العجيب او لهذاك المول في الحفرة او للي كي تسمى مول مفاجآت يعني هدو الاسماء ديالو معروفة عند المحلات اللي كي بيعوا لوازم ديال الحلويات متوفر غادي نحتاجو في الكيك المالح الارابعة ديال الكفتة ثلاثة ديال فرماجات متل التين ثلاثة ديال البيضات خمارة وحدة ديال حلوة اربعات المعالقبار ديال دقيق د الفورس جوج معالق ديال فرماج حمر محكوك مسكاس ديال الزيت شوية ديال الملح وليبزار هدو هما المقادير بنسبة الكيك وكين كذلك مقادير ديال الكريمة اللي غادي نوضعوها في هديك الحفيرام اللي غادي نقلبوها داك الكيك هدي نعاود بنسبة الكيك مالح في المول العجيب ولمول مفاجآت تلتادي نحتاجوغف فيها رابعة ديال كفتة ثلاثة ديال الفرماجات متل التين تلتادي ديال البيضات خمارة تلتادي اه وحدة ديال الحلوة اربعه تلمعة القبار ديال دقيق د الفرس جوج معالقة ديال فرماج حمر محكوك تلكس ديال الزيت و شوية ديال الملح وليبزار ..من سبلا لطريقا ناخده الكاس دي الخلاط الكهربائي و نخلطه في هدا المقادير كاملة يعني بالخلاط الكهربائي ملي كتخلطه مزيان يعني ربعه دل كفةة مع ثلاثة الفرماجات بنتلتين مع ثلاثة ديل البيضات مع جوج معالق كبار ديل فرماج حمر محكوك مع كاس ديل الزيت مع شوية ديل الملح واللي بزر ملي كتخلطه مزيان في الكاس ديل الخلاط الكهربائي عاد كنفرغوهم في واحد الإناء وكنضيفو ليهم الدقيق والخمارة ديال الحلوة يعني كنضيفو عليهم ربعات المعالق كبار ديال الدقيق ديال الفورس مغربل مع خمارة وحدة ديال الحلوة ومباشرة كناخدو هاداك المول العجيب او المولي في الحفرة وكندهنوه مزيان بالزبدة وممكن نرشوه بالدقيق وندخلوه الكنجيلاتور تقريبا واحد خمسة ديال الدقيق حتى يعني كيش دمزيان وكيسهل علينا انو منينقلبوه يعني كتبعنا هاداك الكيكا ما كتلسقش في المول ومباشرة كنفرغو الخليط ديال هاد الكيك اللي حدرنا مالح وكندخلوه الفران كيطيب الطريقة العادية كيف كان طيبوه الكيك ومباشرة من اللي كانخرجوه من الفران خليو حتى كيتفى شوية اولا ديال الكيك حتى كيبرد باش ما تهرس لنا ديال الكيكا وكنقلبوه مباشرة في طبق ديال التقديم اللي كانقلبوه في هاد المول العجيب كتجينا واحد دائرة في الوسطة يعني الاشكال الحفيرة هاداك يلي ممكن كنديرو فيها كريمات مالحين ولا كريمات حلوين بالنسب ولا هاد الاقتراح ديال الكيك المالح غدي نحتفضو بهادك الكيك في طبق التقديم وغدي نوجدو الكريمة اللي غدي نعمرو فيها هاداك الحفيرة في الوسط غدي ناخدو كسرنا العافية مهيلة غدي نديرو فيها كاس ديال الحليب مع كاس ديال القشدة الطرية الخاصة بالطبخ يعني لك خين فخش ثلاثة دل معا القبار ديال نشا وغدي نسمو بشوية ديال الملح وليبزار بشوية ديال تواب الأربعة عرم توفره ولا ما كانش نكتافيه فقط غيب الملح وليبزار الأسود ولا الليبزار ال البيض كيف ممكن نسمو بشوية يعني الترتقة صغيرة ديال القوزة كيف كان ديرو يعني في السلسة البشاميل اذا هادو هما المقادر بنسبة الكريمة قلنا في كاس ديال حليب كاس ديال قشدة الطرية الخاصة بالطبخ يعني لك خين فخش خاصة بالطبخ لانه هاد الاقتراح مالح ثلاثة دل معا القبار ديال نشا شوية ديال الملح وليبزار وشوية ديال تواب الأربعة وإلا معناش تواب الأربعة نكتافيه فقط الملح وليبزار وشوية ديال القوزة أولى شوية ديال الليبزار البيض وغادي نضيفو كذلك يعني غادي نحركو مزيان على عفيا مهي لو احنا كنخلطو من اللي غادي نحسو انو هاد الخالي تبدأ كعقايد عاد نضيفو حتى الفرماج حمر محكوك حتى هو كعتى واحد لدال هاد الكريمة وكنا نبدو نحركو نحركو مزيان حتى كنحصلو على واحد الكريمة اللي هي عقدة ممكن على انو نفرغوها مباشرة هاد الكريمة فوق هاد الكيك كيف ممكن إلا عندنا فتلاجة شوية ديال السيرومي اولى شوية ديال القيمرون الكخوف لديك الكريمة يمكن على انو نشحروه فواحد معلقة ديال الزيت ولا معلقة ديال زبدة صغيرة منلي كيتشحر مزيان هادك القيمرون كنصفهم لهذا الزيت ممكن نقطعوه لطريفات صغورين وكنضيفو لهذا الكريمة كتجي منسما بيها اول طريفات ديال السيرومي مباشرة كنقطعو لهذا الخليط وكنرشو بشوية ديال توما القاسة به هادوك السيبولات نقطعوهم ونقرضوهم رقيق بالمقص وكنرشوهم فكتجي واحد المنظر مبين هادك اللون ديال السيرومي اول لدال قيررون اول ه بها داك سيبوليت هكا باللون الخضر فاكات جيل دي دا بزيف ونتمنى ان تجربوا هاد الاقتراح كيك مالح في المون العجيب وبصحة ورح